موسيقى رجح وزير الداخلية أحمد بلال أن يكون الحريق الذي قضى على محلات بسوق أمدرمان بسبب التماس كهربائي لكنه أشار إلى أن المباحثة الجنائية ما تزال تعمل لمعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق وذلك في رده على مسألة مستعجلة بالبرلمان اليوم الاثنين حول أسباب وحجم خسائر حريق سوق أمدرمان وقال إن النيران تسببت في حرق 262 دكانا و50 طبلية و24 محل عرض خارجي معلنا عن تشكيل لجنة شملت عدة جهات للجلوس مع المتضررين بغية حصر الخسائر نتيجة عن الحريق وذكر الوزير أن عددا من المشكلات واجهت قوات الدفاع المدني في إطفاء الحريق تمثلت في اكتظاظ المكان بالمحلات العشوائية وضيق المداخل والمخارج الأمر الذي أدى لاستخدام أدوات الإطفاء من مكان بعيد شكلنا لجنة تعمل الآن مع كل المتضررين لحصر الكميات التي أتلفت وما حجم الخسائر حتى يتم التعامل بها لاحقا هذه اللجنة مشكلة من عدة جهات لحصر هذه الخسائر نحن نعتقد أن عدم تكرار هذه المسألة مرة أخرى يغتضي بالضرورة إعادة تخطيط السوق مرة أخرى بما يتحسب لمسألة الحرائق وبما يترك مجال حتى في حالة النشوب أن تصل المطافي إليها بسرعة مطلوبة أسباب الحريق نحن في المباحث الجنائية الآن نعمل لكن ما هو المحتمل الآن لربما يكون سبب التماس كحربائي إلى ذلك أكد وزير التغطية العمراني بولاية الخرطوم محمد حسن الحضري أن وزارته ستعمل مع سلطاته محلية أمدرمان على تطوير السوق ذلك خلال زيارته اليوم للسوق أمدرمان للقوف على حجم الأضرار التي لحقت به جراء الحريق الأخير وأشار إلى ضرورة تنظيم مداخل ومخارج السوق لتسهيل التسوق وانسياب الخدمات الضرورية والتقى الوزير خلال الزيارة برئيس الغرفة التجارية حيث استمع إلى شرح مفصل عن حجم الضرر الذي لحق بالتجار وتم الاتفاق على العمل المشترك لاتخاذ تدابير تأمينية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث ترجمة نانسي قنقر